على ضفاف العراق هبت موجات الربيع العربي فتصاعدت الهتافات الشعبية المنددة بالاحتلال الأمريكي وحكوماته وهي بعد ثماني أعوام تنقشع سطورها مجدداً بدماء الضحايا والجرحى الذين ملأوا العراق صبيحة الخامس والعشرين من شهر الشباط من العام 2011 انطلق آلاف العراقيين في مظاهرات شعبية عمت خمسة وخمسين مدينة عراقية بما فيها العاصمة بغداد ثم التحقت بها لاحقاً مدن البصرة وواسط والقادسية وبابل والسليمانية وغيرها كلها طالبت بإسقاط حكومة المالك وحزب الدعوة الحاكم وكلما زاد البطش الحكومي زالت المظاهرات الشعبية لهيباً لكن آلة القتل الميليشياوية التي راهن عليها المالك استطاعت كبح جماح الثورة قليلاً من الوقت عندما جابها بها المتظاهرين بالحديد والنار فقتل وجرح العشرات منهم ثم عقبها بحملة اعتقالات أمنية واسعة لم يصبر العراقيون طويلاً على هذا الواقع السيء حتى هبوا مرة أخرى في نهاية كانون ثاني من العام 2012 في المحافظات الست المنتفضة ضد سياسات حكومة المالك الطائفية والتي كرسها باقتحام ساحات الاعتصام بالدبابات في الفلوجة والموصل وديالة ثم ختمها بمجزرة الحويجة التي ذهب ضحيتها أكثر من مئتي قتيل وجرح لم تكتفي الحكومة بقمع المظاهرات بل وجدت ضالتها بذريعة الحرب على تنظيم الدولة عقب الاعتصامات فسحقت مدن منتفضة ببشرها وحجرها وأحالت أجزاء منها إلى كومة من الأنقاض ومن تحت أنقاض العراق دولة ومؤسسة ثار العراقيون مجددا في صيف عام 2018 في المحافظات الجنوبية والوسطى لسيما في البصرة والتي توجوها بإحراق مقرات الأحزاب والميليشيات الطائفية وانكشف عندها أن رهان الحكومة على تلك المحافظات كان رسما على الماء حتى أن النهج هناك لم يختلف مع تغير الوجوه فكان الرصاص هو الرد الحكومي على هؤلاء المتظاهرين السلمين وإن نجح الرصاص بإطفاء نار الثورة في العراق مرة أو اثنتين أو ثلاث فإن إسرار العراقيين على التغيير الحقيقي يؤكد أن الظالم وإن طال به الأمد ستصله عدالة الأرض حتما قبل السماء لسيما في العراق أرض الثورة والحضارة ترجمة نانسي قنقر